كابتن عسام في الآخر كده انت تحديدا انت شخص محبوب من كل الناس اللي في الزمالك شخص اللي هو تاريخ كبير وعظيم في نادي الزمالك مجاش في بالك تخش انت خبت نادي الزمالك؟ مسكتي خالد يعني ده هو ده مش هدف يا كده أنا معاك انت بتخش عايز تقدم شيء للنادي عايز تحاول ان انت فيه امور انت شايفها مش عجباك وفيه امور ملف معين انت مؤمن به لو انت استلمته ممكن تشتغل عليه وتطور منه وتعمل منه شيء كويس او للنادي انا كل حلمي ان انا شوف النادي انه اعباره عن مؤسسة مش عايز النادي يكون بتاع حد وبتاع فلان وبتاع اشخاص وناس داخلت تستفيد منه وكل كلام ده النقطة دي انا مش حبيبة في النادي لان انا شفت في النادي شفت احلى ايام عمري في النادي بس انا كان فيه مشاكل في النادي بس انا ما كانتش بالضخامة دي يعني ما كانتش بالضخامة دي والقصص بتاعت الضروبات الشديدة والكلام ده كله احنا قصة كلها ان انا حتى لما كنا بنفتقد يعني احنا مثلا انا في الفترة التامن سنين دي رعبت تلاتة تلاتة افريق ابطال دوري خدت اتنين وواحدة خسرتنا في النادي بالترجي اللي اهدف بالرخيصة ومعطشة تلاتة لما كنا بنخسر دوري كان دايما للنهاية مع النادي الاهلي لكن الفوطة ما تترميش بقى من ده الزمالك قعد سنين طويلة جدا من نهاية الاهلي بياخد الدوري من بداية الدور التاني والحاجات دي كلها فالكلام ده لا فيه حاجات كديرة جدا ممكن ده يحصل للسنة دي اعتقد ان لو لو الحال كان كده يحصل يحصل واختر لكن انا مع الانتخابات وانها تفرز عن يبقى فيه مجلس منتخب اعتقد ممكن الاوضاع تتعدل بشكل جدا وزمالك يرجع بسرعة يرجع بقى مارد بقى قوي جدا اه دي حقيقة يعني ممكن تكتشف ان ممكن الدور الاولاني شوية الدنيا هتبتدي معاك تبقى فيك عبالة شوية لكن بمجرد ما انت تخش على نهاية الدور الاولاني وبداية الدور تانية هتلاقي الزمالك هيبقى في حالة استقرار هتلاقي الامور تزبطت بشكل كوي